اهلا سهلا بيكم في الشانب بتاعتنا. انا مو. والنهاردة هنتكلم عن طعم الايس كريم الجميل جدا ده. ونتكلم ازاي الايس كريم ده بيدوب في بقى اجمال. ولا. انت الا ما تتكلم عن سيرك من جو الايس كريم اللي انت عايش فيه ده. طب عايز مني ايه يعني? يعني ايه? ايس كريم ايه وتاع ايه? هم 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 ايه الجو اللي انت عايش فيه ده. كلم عن دافنشي. وايه الجديد اللي في جديد في بس الموضوع قديم قوي يعني بقلو سنة وشوية. ما بقلوش سنة فضل له شهرين واو يكمل السنة ماكملش السنة ماشي ماشي. يا بpekt النهاردة هنتكلم عن ايه جديد في وحكي يالا بينا ننطف البرنامج. احنا عايزين بقى نشوف ايه الجديد اللي فيه. في حاجات كتيرة جديدة جدا فيه احنا هنتكلم عليهم بسرعة مع بعض من اول حاجات الجديدة ان انت وانس ان انت دخلت على فيه او المكتبة الافكتات بتاعتك ان انت تقدر تشوف الافكتات نفسها وهي شغالة يعني مثلا دي اقدر اشوفها لو هخش مثلا عن افكت نفسها اقدر اشوف الافكت وهو شغال مثلا ده افكت اقدر اشوفه قبل ما نزلوه واستخدموه في التايم لاين بتاعي حتى التايتلز نفسها اقدر اشوفها قبل ما استخدمها واشوف هي شغالة ازاي الحاجة التانية بعد كده ان انا اقدر اسنك الاوديو في اليدت بيج الكلام ده كنا نقدر نعمله قبل كده في الميديا بيج دلوقتي لو انا عندي اوديو هو بدلا ما عاد اشوف الوايف فورم شكلها فين وهنا احسن ومش هنا احسن لا انا عايزة اسنك الاوديو ده وسنكو اعمله سينكينج او ان انا اتزامن الاوديو ده بالاوديو ده فاختار الاثنين مع بعض بكنترول وكليك وادوس رايت كليك هيطلع لي كلمة اوتو الان كليبس واقول له اختار ان هو اعمله سينك على اساس الوايف فورم اوتو الان كليبس معناها ان انا هو اوتوماتيك لي او اوتوماتيك هيعمل محاذاة للكليبس اللي انا بناء على الوايف فورم اللي هي الصوت شكل الصوت ده اوتوماتيك لي راح هو مختار راح اعمل لي الصوت مظبوط جدا 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 تمام تالت حاجة بقى الانسبكتر الانسبكتر هنا بقى جميل جدا 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 بقى في حاجات كتيرة جدا نقدر نستخدمها منها انه انت بقى كل حاجة فيه من اول الفيديو اوديو لو انت حاطت افكتس ممكن تعديل عليه كله من داخل الانسبكتر الشكله بقى احسن الاستخدام بتاعه بقى احسن بكتير فيه اتنين طولز جدا جدا هنتكلم عليهم في الانسبكتر اول واحدة فيهم اللي هي سمارت ريفريم سمارت ريفريم دي لو انت مثلا عايز تعمل فيديو مثلا الانستغرام فيديو لتاك توك انت هتعمل ايه هتستخدم الـ Smart Refrain. الـ Smart Refrain عشان استخدمه يبقى انا مسلا هحول الفيديو بتاعي من فورمات 1029-1080 1080P لانستجرام فورمات مثلا. ان انا حوله الشكل الانستجرام اللي هو بالطول. تمام. فنجرب مع بعض هقول له right click duplicate timeline عشان عمل نسخة جديدة ما باباوصل نسخة بتاعتي. double click اسميها انستجرام وقام اقيله right click timeline settings. هاختار ان انا اشيل البروجيكت ساتنجز دي. واكتب الانستاجرام فورمات اللي هي 1080 في 1350. وبعد كده اقول له scale full frame with crop. تمام? يبه scale full frame with crop. وقول له اوكي. كده هو عمل crop. بس انا لما اتحرك هلاقي ان الصورة بتاعتي بتطلع لبرة. وبعد كده مثلا جيت هنا مش مزبوطة معي. حلو? فهاجي اقول له انا عايز اعمل smart reframe. او هو هيقرر براحته هو عايز اعمل ايه? او رفرنس بوينت ان انت تختار البوينت بتاعتك اللي انت عايز تستخدمها. وتقوم جاي بالرفرنس بوينت اهي. وتختارها مثلا هقول له انا عايز الشخصية دي او التنين ده. كده هو. وقول له reframe. هيعمل اناليسس للكليب. هيحلل الكليب او الفيديو بتاعك. ما طلعش الرفرنس بوينت برر فيديو خالص. الميزة اللي فيه انه هو بيخلي البرنامج نفسه يعمل ويتبع الشخص نفسه جوه الفريم. يعني لو انت هتقص الكلام ده عشان تعمل فيديو مثلا للانستجرام. بدلا ما كل شوية انت تقوم بتحرك الزوم والترنس والواي وان انت تعمل كده. هو بيعملك الكلام ده اوتوماتيك. بس للأسف المحتاج ان انت يقبع عندك الستوديو فلازم تدفع الفلوس بتاعتها اللي هم حوالي تلتمية دولار. من الحاجات التانية اللي هي ان انت مسلا عايز تعمل مسلا او ان انت تشوف بتاعك انت تسرع بهذا الاتجاه او تسرع بهذا الاتجاه خلينا مسلا نعمل هيعمل في الحتة دي اهو اعمل في النقطة اللي انا كنت واقف عليها تماما. خطوة رائعة جدا ان انت تقدر تعمل الكلام ده كله بدون ما تحتاج ان انت تقوله command R او control R وتحط speed point وان ان انت تخش تغير حاجتك من هنا. فتقدر تعمل بتاعتك دي كلها من هنا كده او ان انت تسرع الفيديو بتاعك بدل ما هو كان ماشي بشويش بقى ماشي اسرع زي ما احنا شايفين. حاجة كمان بقى في ال edit page ان انت تقدر تعمل export للتايم لاين. انت تدوس على التايم لاين لو مسلا في حد صاحبك يشغل معك edit عنده نفس الفيديوهات اللي انت شغل بيها تقوله export للتايم لاين ده لصديقك. يعمل له هو import من عنده يعمل import للتايم لاين ده بالماركرز اللي انت احطتها بكل حاجة ويشتغل على edit اللي انت عامله او هو يكمل عليه وتعود تبعاته البعض وهكذا. حاجة كمان من الحاجات الجديدة في موضوع التايم لاين ده ان انت لو دوست right click على التايم لاين تقدر تعمل disable التايم لاين ما تشتغلش عليه ويفضل شغال على ال original تايم لاين بحيث ان انت ما تلغبطش مثلا خلاص انت خلصت ال edit بتاعت التايم لاين ده فتعمل له disable بحيث ان انت ما تعدلش عليه باي شكل من الاشكال. حاجة كمان بقى في الميديا بول بتاعك الفيو فيه فيو جديد هنا يظهر لنا في الميديا بول لو دخلنا على احنا في العادة عندنا اللي هو الايكنز او الليست وفيه الفيو الجديد اللي هو الميتا داتا فيو ان انا نشوف الفيديو بالميتا داتا بتاعته اللي مكتوبة فده فيو جديد عندنا برضو في الميديا بول حلو جدا ويفيدك لو انت بتزبط حكتك بالميتا داتا. في بقى كام خاصية جدايات في فيوجن نخش على فيوجن الجميل ونشوف ايه الخصائص الجديدة اللي فيه. من الحاجات التانية الجديدة اللي عندنا في The Ventures of 17 ان احنا اخيرا اخيرا بقى عندنا اوديو في فيوجن. طبعا فيوجن هو البديل بتاع او الموشن جرافيكس هو مش بس بتاع موشن جرافيكس هو بتاع VFX موشن جرافيكس حاجات تانية كتيرة جدا. دلوقتي وانتس ان احنا نشغلنا بقى عندي اوديو اخيرا في دافينشي ريزولف في فيوجن. اقدر اعمل ميوت وانميوت من هنا. طب انا مش شايف اي ويف فورم يا مو اه فين الوايف فورم. عايز تشوف الوايف فورم تطلع على كي فريمز هنا من فوق. تخش على كي فريمز هديفتح لك الميديا ان اللي هو الفيديو بتاعك. لو انت مش شايف في الميديا ان دوس على السهم ده هتلاقي الوايف فورم بتاعتك موجودة هنا هي. وتقدر تزوم ان عليها وتشتغل زي ما انت عايز. الحاجات التانية الجديدة اللي موجودة برضو في في فيوجن في بقى عندنا حاجة اسمها شايب نودز. الشايب نودز دي من الحاجات الحلوة جدا جدا جدا. لان هي بقيت تسهل علينا موضوع الموشن جرافيكس. خلينا نجرب نشوف شايب نودز كده. واقوم نازل اسكرول لحد ما لاقي شايب نودز. دي الشايب نودز اللي موجودة. او ممكن نستخدم الشورت كات بتاعنا اللي هو الشيفت و سبيس. واقل له شايب نودز. او اللي هي كلها اولها اس. خلينا نستخدم اس اي اللي هي الابس. واقل له ااد. طيب هوصل بالميديا اوت. مش هيطلع لي اي حاجة. عشان اشغل الشايب نودز دي. محتاج اللي هو الشايب رندرر. وساعتها اقوم مدخل الشايب نودز على الشايب رندرر. واقوم الاقي الابس بتاعتي طلعت. من الحاجات الحلوة في موضوع الشايب نودز ده. ان انت مش محتاج تروح تعمل الجرافيكس بتاعتك برا. ولا ان انت تستخدم اصلا الاستريتر ولا انك اسكيب. ان انت تستخدم الفيكتورز بتاعتك. او تعمل الشايب بلت ان. في فيوشن. ده هيسهل عليك حاجات كتيرة جدا. ويديك كنترول اكبر مما انت نفسك كنت متخيل. فخلي بالك ان الموضوع ده حلو ولزيز. وهيسهل عينة الدنيا كتير. ارضو من الحاجات الجديدة اللي كانت الموجودة ما بين ال ادت بيج و فيوشن. الماركرز انا دلوقتي لو هحط ماركر على الكليب ده مسلا. الماركر اهو موجود هنا. ولو هحط ماركر على التايم لاين فوق الكليب ده. انغير اللون بتاعه. بقى عندي هنا ماركر ازرق على الكليب وماركر اخضر على التايم لاين. اقدر اشوف الماركرز دلوقتي في فيوشن. فين يا مو بتاعتك? اقولك لما تخش على الكي فريم ادتر انت دلوقتي على الكليب الاول اهو الماركر على الكليب. على الكليب التاني انت في التايم لاين الماركر على التايم لاين. كده انت قدرت تنقل الماركرز او تستخدم الماركرز بتاعتك اللي موجودة في ال ادت بيج في فيوشن. نيجي بقى للحاجات الجديدة اللي موجودة في الكالر بيج. الكالر بيج فيها حاجات كتيرة جديدة جدا. انا هتكلم عن اول حاجة الشكل بتاعها تغير. شكل الكالر ويز نفسها تغيرت. زمان كان بيبقى عندي بيج وان وبيج تو في سيفنتين. دلوقتي بقت كل حاجة قدامي هنا. بقى عندي ال اتش دي اوار شكلها بقى احلى واشيك. بغض النظر عن الشكل انيجي من الحاجات الحلوة جدا 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 في الكالر بيج الكالر ووربر. كالر ووربر ده من الحاجات والاختراعات الرائعة اللي موجودة في دافينش ريزولف سيفنتين. الوقتي مسلا كليب زي ده اهو. لو انا واقف في الكالر ووربر التول اللي هي الجديدة في دافينش ريزولف سيفنتين دي اللي هي شبه لحباية التلج دي. اقدر اقف على مسلا اللون اللي زرق بتاع السامة ده. وامشي يمين وامزود الساتوريشن. وامشي شمال وقلل الساتوريشن عشان الخاطر كده الساتوريشن. ولو طلعت الفوق اغير الهيوب بتاعها. نزلت التحت اغيره بشكل تاني. فزي ما احنا شايفين الموضوع رائع بس بكليك واحدة. قدرت اغير اللون السماء من غير ما اعمل كي من غير ما اعمل كواليفاير من غير ما اعمل اي حاجة خالص. طبعا وانا لو عايز اغير ديتيلز اكتر. ممكن ان انا اجي هنا وازود عدد البوينتز اللي انا بستخدمها. واقوم. العب في البوينت دي بشكل او باخر. بحيس ان السماء بتاعتي بقى شكلها اعمل كده. ودي بفور وافتر. ابداع. لا الكالر ووربر دي بصراحة من تولز جميلة جدا 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 في ديفنترزوف سيفنتين. نيجي بقى لتول تانية. ان انا ممكن استخدم بها او طريقة تانية. اللي هي الكروما واللومة. انها مسلا لو عايز اقل البرائتنس وازود البرائتنس. طبعا كل طول هنا لها استخدامها وكل اداة لها استخدامها. مش هنخش في تفاصيل. ممكن يباليها مسلا ثلاثة اربع فيديوهات لوحدها. بس هنا عندي اللي هو الهيو ساتوريشن وهنا الكروما واللومة. انت كده عرفت اساسيات التعامل مع الكالر ووربر في سواني. نيجي بقى للماجيك او البلاك ماجيك السحر الاسود بتاع بلاك ماجيك. بقى عندي حاجة اسمها الماجيك ماسك. الماجيك ماسك دي زي للاسف الاتنين موجودين بس في الستوديو فيرجن مش في الفري برجن. بس نقدر نشوف الافكت بتاع الماجيك ماسك ده ان انا اختار شخص او ملامح معينة في شخص. لا بس مجرد اتوس شرطة كده. ده واقول له تراك. يعمل تراكينج. بعد ما عمل بتاعي كده طب هتقول لي امو ما فيش اي فرق. هو لك لأ خلينا نشوف بس ان انا اقلب نفسي لو نزرق كده جميل. وشايف عمل ايه? عملي روتو سكوبينج. الماجيك ماسك ده راية حاجات كتيرة جدا. لو انت تعرف يعني ايه روتو سكوبينج؟ روتو سكوبينج هو ان انت تقعد تعمل ماسك أو ان انت تشيل وتفصل شخص او كاركتر او سبجك او موضوع عندك في الفيديو بتاعك وتشيلو وتفصلو عن الباكجراونج وتعمل الكلام ده فريم باي فريم ده هو روتو سكوبينج. في بدايل تانية زي الافتر افكتس بيعمل روتو سكوبينج بس الماجيك ماسك في ديفينشي ريزولف خلى الموضوع سهل جدا بس بكليك واحدة بيتقدر تعمل الموضوع ده. بس للأسف زي ما قلتلكو هو والسمارت ريفريم مش موجودين غير في الستوديو فيرجن لازم تدفع عليها فلوس. طبعا مش مية في المية بيرفكت بس وفر عليك وقت رهيب ولسه في عندي تانية اقدر احسن بيها بتاعي ده بس زي ما احنا شايفين ممكن بكل بساطة اخلي نفسي ونشوف الدنيا الفرق ما بيني وما بين الباكجراونج بقى اعمل ازاي في لحظة بس هو مجرد اختيار واحد رائعة 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 يا جمال. وبكده نكون اتكلمنا عن الحاجات الجديدة في ديفينشي ريزولف سيفنتين. في حاجات تانية كتير جدا بس مش تقدر ان نغطيها في الحلقة واحدة. يا رب تكون عجبتكم الحلقة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. واكتبوا لي في تحت انتو نفسكم تشوفوا ايه في الحلقة الجاية. نشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.